أبناء بينات الطلاب الشهداء الابتدائي في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع نص الحرية والمسؤولية الفصل الدراسي الثاني الحديث الشريف حفظ المقدمة ليس هناك شيء في حياة الإنسان أعظم من الحرية لأنها أكثر ما يميز حياة البشر ولكننا نحاول مثل لهذا النص أن نعرف حدود حرية الإنسان وهل الحرية بلا قيود نافعة أم ضارة بالمجتمع وهل الإنسان حر في نفسه أم أن هناك ما ينظم هذه الحرية وإذا كان المجتمع الحق في التحكم في حرية الفرد وسلوكه فما حدود هذا التحكم الكلمة وجمعة مثل أمثال القائم القائمون قوم أقوام سفينة سفن أعلاها أعالي الماء المياه أو الأمواه حد حدود نصيب أنصبة وأنصبة ونصب الكلمة مضادها أعلاها أسفلها فوقهم تحتهم الكلمة مضادها أعلاها أسفلها تحتهم فوقهم ننفع نضر ترك أخذ شرب ضمأ نجا هلك نؤذي ننفع أخذ ترك شرح الحديث هذا مثل عظيم أشبه فيه رسول صلى الله عليه وسلم حال الناس وموقفهم مما يكون فيه المجتمع بحال قوم ركبوا سفينة فاقتسموا أماكنهم فيها بطريق القرع فكان من نصيب بعضهم الجزء الأعلى من السفينة وكان من نصيب الآخرين الجزء الأسفل من السفينة وكان لابد لأهل الجزء الأسفل إذا استقوا من الماء فكانوا يصعدون لأعلى السفينة ليستقوا من الماء ولما كان ممرهم على أهل العلو فقد تأزوا بهم إذ ربما أصابهم شيء من رشاش الماء أو أقلقوا وقت راحة أو غير ذلك فلما رأى أهل الأسفل تأزي أهل العلو بهم عزموا على أن ينقبوا في نصيبهم نقبا يحصلون منه على الماء دون الحاجة إلى أي ذائما فوقهم ولم يدر هؤلاء أن هذا الخرق الصغير سيؤدي إن ترك إلى هلاك الجميع ويكون معنى أصغر خرق هو أوسع قبر ويبين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن الأمر لا يخلو حينئذ من إحدى نتيجتين إما أن يقوم أهل العلو بواجبهم في منع هذه الكارثة فينجو الجميع وإما أن يتركوهم وشأنهم بدعوة أن هذا نصيبهم يفعلون فيه ما يشاءون وحينئذ تكون النتيجة الحتمية هي هلاك الجميع والحديث الشريف يبين أنه هكذا تكون حال الناس في المجتمع فإنه لا يخلو مجتمع من بعض صور المنكر والفساد التي يقدم عليها ضعاف الإيمان وقد يلتمس بعضهم لنفسه مبرنا فيما يفعل كأن يقول هذه حرية شخصية وأنا حر أصنع في ملك ما أشاء فإن قام أهل الرجد بواجبهم في إنكار هذه المنكرات والأخذ على أيضي الظالمين صالح المجتمع ونجى الجميع من غضب الله عز وجل وأما إن تقاع أسوى عن هذا الواجب وغلبت كلمة المدهانين فإن العقوبة الإلهية فإن العقوبة الإلهية تعم الجميع وتلك سنة إلهية لا مواطن الجمال القائم على حدود الله تصوير جميل لتعاليم الله بالحدود والمتمسك بها بصورة القائم الحارس عليه الواقع فيها تصوير لمن يخالف تعاليم الله بمن يتخطى الحدود ويقع في المخالفة ويرتكب المعصية لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا تعبير يدل على عدم الإحساس بالمسؤولية أخذوا على أيديهم تصوير يدل على منع الضرر بالقوة ومنع الحركة الفاسدة القائم على حدود الله الواقع فيها أعلاها وأسفلها تركوهم وأخذوا على أيديهم هلكوا ونجوا مقابلات أي تضادات أي مضادات توضح المعنى تضاد يوضح المعنى ويؤكد أسئلة مجاب عنها السؤال ما أعظم شيء في حياة الإنسان الإجابة ليس هناك شيء في حياة الإنسان أعظم من الحرية لأنها أكثر ما يميز حياة البشر السؤال الثاني وضح مفهوم الحرية في الإسلام حرية في الإسلام ليست مطلقة ولكنها مقيدة بحدود الشرعية ومنافع المجتمع السؤال الثالث ما المراد بحدود الله المراد بحدود الله هي أوامر الله ونواهيه السؤال الرابع كيف يحافظ الإنسان على علاقته بالآخرين الإجابة عن طريق عدم إهمال حقوق الآخرين وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة سؤال خامس ما أهم ما يرشد إليه الحديث الإجابة يرشدنا الحديث الشريف إلى عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم وسموه أخلاقي وحسن توجيه وبلاغة أسلوبه وجوب الالتزام بمنهج الله وعدم الخروج عنه وذلك باتباع أوامره واجتناب نواهي وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وتوضيح مفهوم الحرية فهي مقيدة بمنهج الله ومصلحة الأمة الحرص على سلامة الجميع وحماية الأشرار من أنفسهم سؤال السادس ما صفات القائمة على حدود الله الإجابة العدل النزاهة تطبيق القانون على نفسه وعلى جميع أفراد المجتمع سؤال السابع ما الفرق بين القائمة على حدود الله والواقع فيها الإجابة القائمة على حدود الله والمتولي والمشرف على تنفيذ أوامر الله ونواهي ومعاقبة من يخالف تلك الأوامر والنواه الواقع في حدود الله هو المرتكب لتلك المعاصي والمنكرات سؤال الثاني كيف اقتسم القوم في السفينة فيما بينهم إجابة السؤال الثامن أجروا قرعة فكان من نصيب بعضهم الجزء الأعلى من السفينة وكان من نصيب الآخرين الجزء الأسفل منه سؤال التاسع لماذا تأزى أهل الطابق الأعلى من أهل الطابق الأسفل الإجابة لأن أهل الطابق الأسفل كانوا يصعدون لاعلى ليستقوا من الماء فأقلقوا أهل الطابق الأعلى في وقت راحتهم أو ربما أصبوهم بشيء من رشاش الماء سؤال عاشر ما الذي عزم عليه أهل الطابق الأسفل حتى لا يؤذر أهل الطابق الأعلى الإجابة عزموا على أن يخرقوا في نصيبهم خرقا يحصلون منه على الماء دون الحاجة إلى إزاء أهل الطابق الأعلى سؤال 11 ماذا كان يجب على أهل الطابق الأسفل عمله لكي لا يؤذر أهل الطابق الأعلى الإجابة كان يجب عليهم أن يستأزنوا منهم ويحددوا معهم موعدا مناسبا لاستقابة الماء سؤال الثاني عشر ما الذي يشير إليه خرق السفينة؟ الإجابة يشير إلى عدم الإحساس بالمسؤولية والتفكير في المصلحة الشخصية دون النظر إلى المصلحة العامة سؤال الثالث عشر ما الذي يدعو إليه رسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف؟ الإجابة يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التفكير في مصلحة الجماعة قبل مصلحة الفرض الخاص ويدعو إلى الإسرائيل معالجة الانحراف ليصلح المجتمع وينجو الجميع سؤال الرابع عشر ما أثر ما يدعو إليه الحديث الشريف على الفرد والمجتمع الإجابة يتحقق الخير والسعادة والأمان لكل من الفرد والمجتمع سؤال خمس عشر ما الفكرة الرئيسية التي يدور حولها الحديث الشريف الإجابة الفكرة الرئيسية هي حدود حرية الفرد سؤال السادس عشر بما ترتبط حرية الفرد الإجابة ترتبط حرية الفرد بمصلحة المجتمع أو بصالح المجتمع السؤال السابع عشر ما الفرق بين أخذوا على أيديهم وأخذوا بأيديهم الإجابة أخذوا على أيديهم منعوهم بالقوة أخذوا بأيديهم ساعدوهم عاونوهم أبناء بنات الطلاب الشهادة الابتداية في كل مكان خالص تمنيات لكم بالنجاح والتوفيق تحياتي أستاذ عدل محمد إمام معلم أول لغة العربية دارة السادات التعليمية محافظة المنوفية وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته